اشتركوا في القناة مثل توعوية في بالكم نشر وعي معين نصايح لأولياء الأمور يدرون بالهم على عيالهم في هذه الفترة بعد عودة لا شك أن المدارس لها أثر على مستوى ما أقول الشخص أو طلبتنا وبناتنا على مستوى أسرة على مستوى دوامات على مستوى مجتمع يمكن أن لاحظنا الزحمة كعنوان لهذا الموضوع لكن قبلها هي مسؤولية مشتركة اليوم مع ارتفاع مستوى الوعي نحن نتوقع حقيقة أنه الاستفادة من البنى التحتية الموجودة تقريبا إذا مو كل مدرسة معظمها حقيقة عندهم ما يسمى الممرضة قد تكون متفرغة وتأتي بزيارات وعندهم أطباء موزعين على كل مناطق الكويت كمحافظات أو مناطق صحية أو مناطق تعليمية يقومون معا بالتأكد من اللياقة الصحية للأطفال في أول ما يتعينون وبالتالي نحن نتوقع حقيقة من الوالدين أن يبلغون هذه الوحدة الصحية بالملف الصحي إذا الولد أصلا يعاني من بعض الأمراض يعني مثلا سكر في ربو حتى البطئي التعلم الآن أصبح هناك توجه إلى إدماجهم في مدارس التعليم العام هذه خصوصية تأخذ في عين الاعتبار المسؤولية الأخرى التي نحن ناشد فيها حقيقة إدارات المدارس الأخذ بعين الاعتبار قضية المياه النظيفة على كل الكلام التي تنقال برادات المياه نوعية الغذاء التي توفر في المقاصف المدرسية وهذا عنوان كبير يعني الابتعاد عن السكريات التركيز على الجوانب الصحية سواء الفاكهة سواء الحليب الأشياء المفيدة وابتعاد عن الكاكاو والشيبس والشغلات هذه اللي هي يعني ما تغذي رغبة الطفل في الموضوع هذا الجانب الآخر طبعا حيل نحرص أولياء الأمور أن الطفل قبل لا يروح المدرسة يكون ما كله وجبة أفطار اللي عساس يستمر لنهاية اليوم وهذه الحاجة إليها تتنوع حسب المرحلة يعني اليوم لما يتكلم عن الروضة غير الابتدائي غير المتوسط غير الثنوية الجانب الآخر هناك مبادرة من وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية اللي هي المدارس المعززة للصحة اللي هي شلو؟ اللي من خلالها أنت تحاول تغرس بعض سلوك الصحي الإيجابي بمفهوم يكون هناك حركة يكون هناك في غذاء صحي يكون هناك مساحة للترفيه متابعة للتدخل بوقت مبكر إذا حنا من الأشياء التي تقال لكن ليس بالدقيق يعني لو أخذنا حتى احتمالاتها عندنا مشكلة سمنة فهذه من ضمن الأشياء التي نأخذها بعين الاعتبار نأمل أن التشريع يرتقي بحيث أنه لا يكون في محيط أي مدرسة مطاعم للوجبات السريعة لأن هذا مثلا في بريطانيا حوالي 500 متر حوالي أي مدرسة ما يباع أي وجبة سريعة على أساس تخفف الاحتمالات من هذا الجانب كذلك عندنا مشروع الحقيبة المدرسية لأن أطفالنا إذا شالوا حقيبة مدرسية إذا ما صارت نص وزنهم ستأثر على العمود الفقري وتأثر على معاناتهم هذا الجانب أكذلك حقيبة الغذاء الصحية يعني فبالتالي في ناس يأخذون اللانش بوكس أو هذا في أهالي يحرصون نعم شي يحطون فيه هذا أيضا يصنع فرقة يعني إذا تبتحط فيه أن تتكثر الكوكاو والنشويات والعصائر أنواع في عصائر ثلاثة أرباحة سكر إحنا ما نفضل هذا الشيء طبعا ندعو إلى استخدام الحليب تفاحة شغلة من النوع هذه كلها تتخل فتخيلين لما تصير مبادرة شخصية إلى سياسة مدرسة لا شك أن هذه تصبح المدارس المعززة للصحة ليس خصوصية كوتية على مستوى العالم لكن يدخلون مسابقات وصير عندهم إنجازات وعلى مدار العام يكون هناك أيام صحية مرة لصحة الأسنان مرة لتعزيز الصحة والحركة مرة لاختيار الغذاء المناسب كل هذه الأشياء تخلق جو مساند مشجع لغرس بذور السلوك الصحي الإيجابي نعم وأيضا خلق جيل واعي يعني يكون مهتم عنده نقول إحنا اللايف ستايل من عمر صغير أنه يتعود على النظام الحياة الصحي لكن دكتورة الآن نحن نقدر نقول تقريبا قاعد نخلص من الصيف معنا ندري في ناس يقول نتوى الناس لكن النقلة الموسمية هذه اللي حين نحن مقبلين عليها خلال يمكن الشهرين القادمين من فصل الصيف إلى بندشلي الجو البارد استعداداتكم كوزارة خصوصا لأن عيالنا بهالوقت دائما يستمر ضم في المدرسة يعني واحد يعدي الثاني يعني أول شيء أن تفقوا إياك أن ما طالح الحياة الصحية مهمة وبالتالي كثير ما نستثمر فيها في وقت باكر كثير ما نتعكس إيجابا على المدى البعيد فالشخص اللي ينشأ وهو عنده خنسميه حصة رياضية ما بضرورة أولمبية لا من الحركة من المشاركة في الألعاب في كذا هذه من ضمن الأشياء اللي حين ناخذها بين الاعتبار التقلبات الموسمية نحن نتعامل معاها لا شك أن هناك فئات أكثر عرضة من الأخرى يعني اليوم لما نتكلم عن غبار لما نتكلم عن رطوبة لما نتكلم عن حرارة لا شك أن هناك شريحة مثل خنقول من بين أبنائنا اللي هم يعانون مثلا من الربو يعانون من أمراض حساسية يعانون من بنية ضعيفة هذه لا شك أنها تأخذ في عين الاعتبار بتعلينا نتجنب أن يوقفون المدى طويلة في الشمس هذا جانب الجانب الآخر الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى يعني إحنا ما رصدنا إلى اليوم لكن أعمل أن كل مدارسنا تكون مكيفة مهيئة بدون أي مشاكل ونحنا يعني من جيل أنا كنت أمشي يعني بالكلوات يعني ثانويتي كانت درس الحرارة غير أول دكتور لا بل هذه الدرجة يعني حتى الناس تكلم عن تغير المناخي وكذا ترى يعني درجتين إلى ثلاثة بس كان حتى الحركة يعني في طفولتنا يعني حطتوا يعني كنا نلعب كرة كنا نحب الأطيور كنا نمشي مسافات كبيرة كذا اليوم السائق يأخذ الطفل من مكان لي مكان حتى القرقعان صار بسيء لأن يعني نمط الحياة تغير أول مثل ما تفضلت يمكن إحنا كان وقتنا كله برة وما كانت كل الأماكن مهيئة أو إنها مكيفة الحين الأطفال لأن هذه أجوة هم إن شاء الله احنا كل شي صار يعني أو دور صار اندور فيمكن هذا السبب اللي بعض الأطفال ما يتحملون أن يكون لكن الحين بما أن نحن ذكرنا وقعد نتكلم لحد الحين عن المدارس العيادات المدرسية يمكن في السابق نحن ندري العيادة أو الغرفة الصغيرة في المدرسة اللي موجودة فيها الممرضة يعني تتعامل مع الحالات البسيطة الصدعرات مثلا الطفل حاشة هبوط هل الوزارة تطمح أن تطور من هذه العيادات مثل ما تفضلت يعني في النقلة الموسمية يعملون أن يحسابهم حق الأطفال اللي يعانون مشاكل الجهاز التنفسي يكون مثلا في عيادة موجودة مع موظف أو ممرض طول فترة الدوام لا شك أن أنا آخر يعني هذه المعلومة محاضرتني بس أنا أدرك أن في فترة من الفترات كان هناك خمسين طبيب موزعين على كل مناطق التعليمية طبعا الطبيب يكون يعني ما يقعد في المدرسة بقدر ما أنه يزور بين فترة وفترة في المقابل هناك الممرضة المدرسية الممرضة المدرسية عادة تكون من ذات ذوي الخبرة اللي تستطيع أن تشخص الأمراض ولما تنظر للطفل تعرف إذا كان يعاني من أي شيء فبالتالي تدخل بالوقت المناسب كل ما يصرف في العيادة المدرسية يعني معالجة أعراض بالدرجة الأولى ولا نتكلم عن أمراض فالتواصل اللي يتم على مستوى الإدارة الصحة المدرسية مع المنطقة الصحية هو اللي يخدم طبعا إحنا لما نتكلم عن المدرسة لا شك أن هناك حوادث تحصل لها حوادث المدرسة وقوع واحد يشرق بلقمة يعني هذه الأشياء اللي ممكن تعامل معها بهدوء لكن نظل إحنا بالتعاون حتى على مستوى منظمة الصحة العالمية من الأفضل على مستوى البنى التحتية والحوادث محدودة ومستوى الواحد مرتفع ولا شك أن هذه من ضمن الأشياء اللي نريدها تكرس أكثر لأن اليوم إذا أردنا الوقاية تبدأ من الطفولة يقولون والوقاية تبدأ باكرا فإذا أردنا مثلا مكافحة التدخين أو الوقاية من التدخين إذا بقينا الوقاية من المخدرات إذا بقينا تنوي بسلامة الطريق إذا بقينا باختيار الغذاء لا شك أن أي نشاط وقائي توعوي في هذا الجانب يغرس غرصة إيجابية لأنماط صحية أفضل على المستقبل فكل شكرا لك الدكتور أحمد الشطي الناطق الرسمي بزارة الصحة ترجمة نانسي قنقر